فضيلة الشيخ يقول السائل قرأت في كتاب الكافي في الفقه أن السجود على الأنف سنة فهل هذا صحيح؟ وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الأرض في حال السجود؟ أيش؟ يقول قرأت في كتاب الكافي في الفقه أن السجود على الأنف سنة فهل هذا صحيح؟ وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الأرض في حال السجود؟ نعم المطلوب السجود على الجبهة وضع الجبهة على الأرض وأما الأنف هو تابع للجبهة لو سجد على الأنف فقط ولم يسجد على جبهته لم تصح سجدته ولو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أجزأت سجدته أجزأت سجدته لكن الأكمل أنه يسجد على الجبهة والأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعضاء السجود ذكر الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه أشار إلى أنفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وأما القدمان فلا بد من السجود عليهما جميعا ما يكفي قدم واحدة يسجد على القدمين أطراف القدمين جميعا ولو على بعض القدم لو سجد على بعض القدم أجزاء ذلك ولكن الكمال أنه يسجد على جميع القدم نعم